معنا من الخرطوم الكاتب والبحث السياسي طلال إسماعيل أهلا وسهلا بك أستاذ طلال معنا عبر سكانيوز عربية بداية أين تقف الأمور الآن خاصة في المناطق الأكثر تضرورا جراء الفيضانات السكان الآن يتنفسون بعض الصعوداء لأن منسوب النيل الآن قد انقفض شيء بسيطا في حدود ثلاث سنتيمترات هذا على مستوى ولاية الخرطوم جنوب ملتغى النيلين الأبيض والأزرق ملتغى النيلين الأبيض والأزرق أما بشمال الملتغى النيلين ما زال النيل ارتفاع مرتفعا منسوب مياه النيل وهذا ينزر أيضا بخطر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم انخفاض مستوى مياه النيل مؤشرات وزارة الرئيس السودانية تشير إلى أن قد ينحسر النيل تدريجيا ولكن سيبقى الأسار التي خلفها من خلال آلاف المنازل التي تطررت بالانهيار الكامير أو الانهيار الجزئي وكثير آلاف الأسر التي الآن بلا مأوى وصارت في العراء تنتظر الخيام والمساعدات التي تأتيها من المنظمات الوطنية أو من مجهودات الدول العربية الصديقة سيد طلال بدأت المساعدات وأيضا كان هناك طائرة مساعدات إماراتية كان مواد غذائية أو أيضا أدوية لكن هل وضعت الحكومة خططا إن كان للإجلاء من المناطق التي لا تزال تحت الخطر أو من أصبح خارج منازلهم الحكومة الآن هي تحاول أن تدرك بهذه المساعدات أن تخفف من أسار الصدمة والمسال الإنسانية والكارثة التي يعيشها المتضررون الآن وحسنا فعلت دولة الإمارات العربية الشقيقة وكذلك المملكة العربية السعودية والدول الخليجية التي تقدم يد المساعدة الآن للشعب السوداني وهذا بالطبع موغف مشهود ومشكور لكل الأشقاء العرب وننتظر كذلك دورا آخر من المنظمات الإغليمية والدولية لأن السودان الآن الوضع صعب جدا الحكومة تحاول وهي حكومة عام جاءت وفق مشاكل اقتصادية وسياسية لتتولى وضفة الحكم في السودان الآن تواجه هذا الموقف الإنساني الكارثي الصعيب وأعتقد الآن هي تحاول أن تبزي المجهودات ولكن الوضع فوق العادة أكثر من 174 كيلومتر هي طول النيل الذي ينتشر في ولاية الخرطوم هذه الجسر الترابي والخرساني في بعض المناطق لم يغوى على تحمل مياه النيل فتدفق إلى السكان فانهارت المنازل وهذا التجريب الآن بكل صراحة السودان ينتظر مساعدة الأشقاء العرب دولة اليمارات جزاء الله خير قدمت هذا المجهود والمملكة العربية السعودية بغية الدول تأتي تباعا لأن الآن الوقف الاقتصادي في سودان صعب جدا والحكومة أطلقت نداء رسمي من خلال السجارة بالخوة والتكافل العربي لكي يقدمون المساعدة لأهل السودان ما أكثر ما هم بحاجة إليه الآن خاصة وأنه أيضا بحسب المعطيات أن الأمطار ستستمر بالهطول ربما حتى نهاية الشهر الحالي المساعدات التي يمكن تقديمها الآن هي الخيام للمأوى لأن بعض الأسر فقدت كل شيء داخل البيوت التي انهارت تماما المنازل هذه الخيام والمشمعات وكذلك الأدوية المساعدات الطبية والصحية لأن الوضع سينزل بكارثة صحية عقب انحسار النيل خلال الإسبوعين الغادمين سيتفجر أوضاع صحية متأزمة وتحتاج الحكومة السودانية إلى مساعدات في هذا الجانب الأمر الآخر هي أيضا بخلاف المساعدات القذائية التي قدمت من الدول العربية الشغيغة تحتاج السودان كذلك إلى مواد البناء لأن أغلب هذه الأسر أسر فقيرة الألاف من الأسر يعملون وفق رزق اليوم باليوم هم ليست لديهم معدلات الدخل يومية تواجه مصاعب الحياة بخلاف هذه الكارثة الإنسانية التي أحلت بهم ولذلك بعض المساعدات الآن عاجلة تتمثل في مساعدات صحية وغذائية وإيواء وبعضها يمكن تقديمها بعد انجلاء هذه الأزمة وانحسار المياه تتمثل في كيفية آدت هؤلاء الأسر إلى منازلهم ثم من بعد ذلك تقديم مواد البناء وأيضا إقامة لحل هذه المشكلة بصورة جذرية إقامة جروس أو جسور خرصانية أسمنتية حتى لا تتدفق مياه النيل مرة أخرى في السنوات المغبلة فتحدث مثل هذه الكوارث الإنسانية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من الخرطوم الكاتب والبحث السياسي طلال اسماعيل شكرا جزيلا لك